نخلة شجرة الحياة في وسط الصحراء في وسط واحة خضراء ولدت إنها كبيرة صلبة مميزة ووحيدة لا أحد يعلم متى وجدت ولكن جميع سكان الواحة يحبونها إليكم قصة نخلة نخلة هي شجرة معمرة جميع الأطفال يجتمعون حول جزعها ليرتاحوا بعد نهار شاق جميع الرجال يجتمعون حول جزعها ليحتموا من أشعة الشمس الحارقة جميع النساء يجتمعنا حول جزعها ليحتفلنا بولادة طفل أو زواج فتاة جميع السكان يستمتعون بثمارها الجميع مرتاحون الجميع يعيشون بسلام في يوم من الأيام زار الواحة رجل غريب أنا أبحث عن النفط هكذا عرف عن نفسه سكان الواحة لم يفهموا شيئا بدأ الرجل يدور حول النخلة وبين يديه أدوات غريبة وجدتها قال بصوت مرتفع اقترب طفل صغير وقال له ماذا تريد؟ أجاب الرجل بكبرياء في الغد سنقتلع هذه الشجرة ونستخرج النفط بدأ الجميع بالبكاء هم يريدون أن يحموا مصدر عيشهم عند المساء جلس سكان الواحة بصمت عند الفجر حين اقترب الرجل الغريب من الشجرة غضبت الصحراء وسودت السماء وبدأت الرمال تتحرك بدأ الرجل بالصراخ ولكن لم يسمعه أحد وفجأة سمع جزع الشجرة يقول أنا أنقذك إذا قررت الرحيل من هنا وافق الرجل بسرعة توقفت جذور النخلة عن الحركة وتوقفت الرمال أيضا عند الصباح اقترب الطفل الصغير من الرجل الغريب وقال له لماذا تنام تحت النخلة؟ وبالأمس قلت إنك تريد اقتلاعها؟ قال الرجل باستغراب هذه الشجرة اسمها نخلة؟ أجاب الطفل نعم لماذا؟ فأضاف الرجل أنا أيضا اسم نخلة ثم اقترب من الطفل وقبلها وبدأ بتسلق جزع الشجرة ومنذ ذلك اليوم لم ينزل مجددا البعض يقول إنه أصبح نجمة في السماء والبعض الآخر يقول إنه اتحدى مع الشجرة ولكن ما هو مؤكد أن سكان الواحة يعيشون بسلام منذ ذلك اليوم ترجمة نانسي قنقر